اشتركوا في القناة واحد من الشعراء الشباب الذين شهدت لهم كبار شخصيات الحرف وكبار شخصيات الشعر وأنا اليوم أتشرف بمثولي بين يديه وفي حضرة هذه الحلقة وهذا اللقاء أستاذ محمود مرحبا بك وهذا أول لقاء يجمعوني بك أولي الشرف الله وما قمت به من استهلال هو عطفا على ما وصفك ونعتك به أحد الشعراء الكبار أو عده كبيرا الشعر أحمد حافظ شكرا جزيلا لحظتك وشكرا للشعر أحمد حافظ تحياتي لحضرتك ولأسرة البرنامج وتحياتي للمشاهدين كرام وجل التحايا والتقدير لبرنامج مرافق هذا البرنامج الثقافي الكبير وأنا الي سعيد جدا والله بمثولي بين يديك وأنا الي سعيد جدا ببودي مع حضرتك ناس حفظك الله لنا الشرف أستاذ محمود الشاعر محمود بلال شاعر مصري متفرد متفرد في ظل هذا الزخم الشعري الكبير أين يجد محمود نفسه؟ يعني هناك موجة ثقافية شبابية شعرية عارمة اليوم هل تفرد محمود أو رأى بأن له مدرسته الخاصة؟ أم كيف تقرأ نفسك؟ غالبا الشاعر يسعى إلى هذا التفرد لكن أرى أنه لا يمكن أن يقول الشاعر أنني وصلت إلى هذه الفرادة أو وصلت إلى تميز يجعلني أقول أنني الآن متميز حتى أعظم المتميزين والنجحين وأكثرهم شهرة لا يستطيع أن يقول أنه تفرد لكن ما يسعى إليه الشاعر الحقيقي أن يضع بصمة حقيقية على قصيدته هذه البصمة التي يضعها على القصيدة قصيدة تلو قصيدة تلو قصيدة تكون له بصمة في الديوان وديوان وراء ديوان تكون له بصمة شعرية مميزة متى يقرأ نص أو تقرأ قصيدة له يستطيع الجالسون أو السامعون أن يخمنوا أن هذه القصيدة تخص فلان وأظننا الآن نميز هذا في القديم فعندما نقرأ لأبي الطيب المتنبي أظن أن السامعين يستطيعون حتى لو لم يكن يعرف أن هذه القصيدة تخص أبي الطيب لكنه يستطيع أن يميزها لها نكاتها الخاصة كما للبردوني وكما للنزار وكما للدرويش أيضا بالطبع وكما لأمل دونقل أيضا أقول أننا نسعى دائما إلى هذا التفرد نسعى إلى التميز أنا أحاول ولا يشغلني أن أكون مشهورا ولا يشغلني أن يصل النص إلى أبعد الآفاق أو كذا لكنني أؤمن تمام الإيمان أنني لو أخلصت للنص لأخرجه على ما أحب أن يكون عليه النص من تميز سوف يكون النص مستحقا لوصوله جميل هذا إيمان هذا قمت التواضع أستاذ محمود وكأنك تقول أنا من اللي شيء بدأت وعليه لازلت أخطو وإليه أتمنى ألا أصل مع أنك وصلت إلى قلوبنا وإلى قلوبنا معجبك أعزك الله ونعم المكان والله حذرك الله قبل قليل أشرت إلى أن الديوان وراء الديوان وتلو الديوان هذا ما ينبغي على الشاعر عمله لكن هل لا يكون الشاعر شاعرا إلا من خلال هذه النسخة المتعددة التي تترجم من فعالاته النفسية أم أن الشاعر قد يكون شاعرا حتى ولو من خلال قصيدة أو ديوان أو أبيات معينة هنا نعرج على موضوع الكم والكيف الكم من حيث عدد القصائد أو المنتج الذي أنتجه هذا الشاعر والكيف وقد نجد أن قصيدة واحدة لشاعر تعدل عشر قصائد لشاعر آخر هذا من حيث الكيف من حيث المنتج الإبداء من حيث الفنون الأليات الفنية للقصيدة لكن الكم في هذا الزمان أيضا بصراحة أتحدث معك أصبح أمرا مهما ومهما للغاية فبعض الأماكن وبعض المنصات تهتم كثيرا بالكم لا بالكيف بالكم أقول لك شيئا حتى أن بعض المسابقات من المسابقات التي تشترط أن يرسل معها الشاعر السيرة الذاتية له لماذا يرسل السيرة الذاتية؟ لأن هذا أمر مهم لابد أن نعلم هذا الشاعر كم أنتج من القصائد وكم حصل من جوائز لأن هذا الأمر أيضا مهم أقول بالنسبة للمسابقات لكن بالنسبة لي أنا أرى أن قصيدة واحدة عند شاعر قد تعدل عشر قصائد عند آخر وما أكثر الشعراء الذين بزغوا وذاعوا صيتهم من خلال قصيدة معينة وأصبحت كل قصائدهم التي تتلوها هباء حتى على الصعيد الحقبة التاريخية المختلفة زهير بن أبي سلماء دي ما تسأل أحدهم بانت سعاد في قلب اليوم أتبوله البوي الصيري محمد الخير وخلق الله كلهم البرضة ونهج البرضة وقصيدة كعب بن زهير وفي الحديث أستطيع أن أقول لك لأن هذا أبرز لأنه في القديم كان أظن أنه من المنطقي أن تشيع قصيدة لشاعر حتى لو لم يكن غيرها ليه؟ لأن قديما كان الفنون لم تكن كثيرة وكان ألمع هذه الفنون وأهمها بالنسبة لهم كان الشعر فمتى ما كتب الشاعر قصيدة وقرأها على صديقه أو قرأها على مهتم ذاعت القصيدة لكن في الحديث وفي المعاصر الشعر كما قال نزار قباني الحب في هذا الزمان فضيحة والشعر في هذا الزمان مهان فأظن أن الشعر في المعاصر لا يجد من الحفاوة ومن التفاف الجمهوري حوله ما كان يجد قديم الآن تبدلت الأدوار أصبحت هناك فنون تأخذ وتحل محل الشعر فإذا ما كانت أغنية هابطة أي ما هبوط قد تجدها في المجتمع ذائعة أحيانا هناك عوامل أخرى تسهم في تجميلها وطالما ذكرت هذا الموضوع عندما تجتمع الأركان الثلاثة الإداعية الصوت والملحن والكلمة أحيانا المبدعان الآخران قد يقومان بعمل الشاعر قس على ذلك العديد من القصائد التي غنتها سواء النجاة أو كثيرة عندما تحاول أن تترجم القصائر وتقرأها تقول مجرد كلمات وخربشات يعني مثلا لو لم يكن بليغ حمدي في أغنية عيون القلب مثلا الله عليك العزف الراقي والصوت الشجي عظيم أدي الحروف لأصالة الكلمة ما احترامي أنا للشعراء بكل تأكيد أنت تقول أن اللاحن أحيانا عمار الشريعي عفوا أستاذ عمار الشريعي طبعا أستطيع أن ألحق عليهم مؤخرا أستاذ حلمي بكر عليه رحمة الله رحمة الله وبين المهتمين عموما لكن هناك قصيدة هي التي وضعت أمل دنقل في قلوب وفي أذان العامة وهي قصيدة لا تصالح لا تصالح لا تصالح هذه القصيدة هي القصيدة التي وضعت أمل دنقل في أذان وفي عيون العامة حتى الذين لا يهتمون يعني بالشعر ولا يهتمون بكذا كان من ما يعرفش قصيدة لا تصالح لأمل دنقل مع أن لا تصالح يذهب بكل مباشرة إلى قصيدة كتبها شقيق الزير سالم في رواية مندوح عدوان الزير سالم نعم يقال طبعا يعني هذا الربط له مرجوع تاريخي لكنه مشكك فيه لأن كليب لم يكتب قصيدة كليب كتب وصيته على صخرة وهل تتسع يا أستاذ عيسي صديقي العز أنا دائما في المرجوعات التاريخية أراجع عقلي ومنطقي هل تتسع الصخرة ليكتب كليب عليها قصيدة بدمه أي دم من هذا وهذا أيضا ما يأخذ عليه بعض النقار بأن القصة برمتها فيها ما فيها من المغالطات وإن لم تكن أسطورة أساسا نعود إلى أمل دنقل فأخذ أمل دنقل من القديم وبنى عليه من التراث وبنى عليه أخذ أول وصية كليب وائل اللي هي لا تصالح وبنى عليها هذه القصيدة مزج ما بين القصة التاريخية والحدث القصة التاريخية التي حدثت مع كليب وزير سالم وحرب البسوس واليمامة بنت كليب ووصية كليب للزير التي وضعت المهالة للبربيعة في مأزق هل أنفس وصية أخي وأخوض في الدماء حتى لا تفنى الدماء ولا نفنى أم أعمل العقل والحكمة وأكون بذلك أهدرت وصية أخي فهو رأى أن الموقف أو الحدث أو المشهد السياسي في ذلك الوقت وكلنا نتذكر الحدث والموقف والمناسبة التي قيلت فيها هذه القصيدة ربط بينها موجها خطابه إلى الزعيم الرئيس الراحل أنور السادات معطرضا على المصالحة التي كانت تجرى آنذاك وربط بينها وبين هذا الحدث ولذلك زاعت القصيدة بين الناس لأنها كان لها مرقوع لدى ضمير كل إنسان عربي من العامة أو من المثقفين هذه هي القصيدة التي تضع الشاعر في أذان الناس وتنصفه شهرة وحتى عدمت التكية تاريخيا على حقبة ما أو حدث ما يكون لها أيضا نجهة ونحن نتحدث عن الشاعر الجاهلي وتحدث معك عن صحيحه وعن ضعيفه أيضا حتى زر سالم الحبكة مثلا من مبلغ الحيين أن مهلهلا لله دركم ودر أبيكم فاليمامة أكملتها فسرتها اليمامة أنا هذه القصة الحبكة الجميلة فيها وما ينم أيضا أنها مؤلفة أكثر من كونية حقيقية لكن ما يفطر القلب اليمن يا صدر محمود وأنا تحدثت بذلك قبل حين قصيدة الأصمعي الأكذوبة الكبيرة صدر صفير البحث حتى في مرسوعة قلبي الثملي قلبي يعني إذا كان قلبي فهي قلبية الثملة وأساسا هي قلب الثملي قلب الثملي أن تقول وقد غدا مهرولي وقد غدا مهرولي يعني غدا مهرولي أنا بهار والفية يعني كمان هذه القصيدة من لا أشياء أخرى كثيرة كثيرة حتى أن أبا الطيب المتنبي نوحل عليه كثير من الشعر بعد وفاته ولذلك يعني أظن أن الرواه والورقين طبعا وهذا مثبت تاريخا وتحقيقا كانوا يتجرون بهذا يعني من يستطيع منهم أن يكتب الشعر بنفس طريقة أبا الطيب المتنبي تجده مثلا جمع قصائد متفرقة نصفها له من تأليفه ونصفها لغيره وكتب عليها قصائد أبا الطيب المتنبي أو ديوان أبا الطيب المتنبي أعمال نحل يعني البردوني أيضا حتى عبدالله البردون طبعا بكل تأكيد نسبة الكثير من القصائد من القصائد إليه وهنا يأخذنا السؤال إلى المهرجانات الشعرية أستاذ محمود يعني لم يكن للبردوني أن يظهر وأن يعرفه عامة القوم العربي في الداخل والخارج هذا كمان لو لم يهرجان المربد هذا حقيق وقصيرة حبيبي وافيت من صنعاء يحملوني نسرا وخلف ضلوعي يلهث العرب يا الله ماذا أحدث عن صنعاء يا أبتي مليحة عاشقها السل والجرب ماتت بصندوقي والضاحم بلا ثمن ولم يمت في حشاه العشق والطرب واستشارت تاريخيا ستون ألفا بعمورية التقد وللمنجمي قالوا إننا الشهب واليوم تسعون مليونا وما بلغوا نطجا وقد عصر الزيتون والعنب أقول المربد هناك وإيضا نزر قباني في ذلك المهرجان ولولا مجلة الكويت التي كانت تحتفي به سنوية طبعا يعني عندما غابت المهرجانات اليوم شحة المهرجانات وتحدثت بذلك أيضا مع ضيفي السابق للشاعر الجميل أحمد حافظ أين هي المهرجانات وهل ما زالت تؤدي دورها على أكمل وجه في الوطن العربي ولا أحدد دولة معينة لا لماذا؟ حتى وإن كانت حاضرة فهي غائبة حتى وإن كانت حاضرة فأنت قلت لك حتى وإن كانت حاضرة فهي غائبة وذلك لأسباب كثيرة أنا أحدثك الآن عن مثلا مهرجان للشاعر في دولة من الدول اسمح لي وأحدثك أيضا عن مهرجان للسينما أيهم أكثر زخمان مع وافر تقديري واحترامي أيهم أكثر زخما من حيث الموازنات الاهتمام الحفاوة التكريم من حيث الموازنات المادية والحفاوة والتقدير والكتابات والدراسات ويعني شيء أرى غريبا جدا لا يليق بدولة أن تدعي مثلا أنها تهتم بالفنون وتهتم بكذا تجد أنها تقيم شأنا لم يقم من قبل لفن وتحط من قدر الآخر حتى وإن ادعت أنها تعلي من شأنه وأنها تصنع المهرجانات وأنها كذا وأنها كذا أنا أقول لك شيئا أن أحد الناس في زيارته لأحد المهرجانات مدعوا ضيفا لم يجد من يستقبله لم يجد من يستقبله وكانت هناك ملابسات سيئة جدا يعني في الأمور في حين أنه لو كان الأمر يخص الفن السينمائي أو التلفزيون أو الفن الغنائي يعني مطرب أو مغني أو كذا في مهرجان معين قد تجد طيارة وتيكت في الفيرستي كلاس تقله من الدولة الفلانية إلى الدولة هذا يذهب بنا إلى سؤال لماذا ينقط الساسة الشعراء؟ ينقط الساسة الشعراء رغم أن شعراء ليسوا الوحيدين الذين يمثلون خطرا على الساسة بقصائبهم ولكنهم مستفزون ربما أكثر من غيرهم مستفزون أكثر من غيرهم غير أن هذا الأمر أراه أنه الآن غير متاح غير متاح بالنسبة للشعراء وليس عن جبن ولكنه خوف والفارق بين الجبن والخوف فارق كبير لأنني أخاف الآن أنا أعرف جيدا مآلي إذا ما كتبت قصيدة أتحدث فيها عن أمر ممنوع الحديث فيه مآلي لن يكون مضرتي سوف يكون مضرة آخرين فأنا خوفي على هؤلاء الآخرين يمنعني أن أخوض هذا الغمار فهذه نقطة أن الشاعر الآن لم يعود كسابقه في العثور السابقة فأمل دونقل على سبيل المثال أمل دونقل على سبيل المثال شعراء قصائد عمية على سبيل المثال شعراء فصحة تعرفهم حضرتك جيدا السيد سعد يوسف راح فين السيد سعد يوسف عاش عمره كله في المنفى قد طيلت حياته في المنفى ويجي من لندن يرجع يفتكر أن العراق خلاص بقت كويسة والدنيا يبص يلاقي البعث الحزب بيلم فيه حتى المعارضين من البعثين نفسهم بيخدوه يروح راجع تاني فلماذا يقرأ أو ينقط أساسة الشعراء لأن الشعراء للأسف الشديد يؤمنون بمبادئ لا يستطيع أن يزحزحها أساسة يعني إذا ما وضع الشاعر أمرا في رأسه فهو وراء هذا الأمر غير أنه يستطيع أن يفعل ذلك أساسة أن يرجع آخرين عن مقولاتهم أو يرجع أو يحجمهم في إطار ما لكن الشاعر لا تستطيع وأنا نفسي لا أستطيع أن أقيدهم لابد أن يتفلت من هذا الإطار ولذلك أظن أن أساسة على أكثر التاريخ يمقطون الشعراء إن استطاعوا أن يحجمهم حجموهم وإن استطاعوا حاولوا مصاحبتهم أو أن يكسبوهم وهذا ما ترجمه أيضا في عام 82 تسعمائة ألف الشاعر نزار قباني في قصيدته العصمة عن تونس التي ألقها في ذكرى أساسة الجامعة العربية وقسم هذين أو يعني صنف الشعراء فقال من جانب فالقول الفوضى والكلام ضباب يتكلمون مع الفراغ فما هم عجم إذا نطقوا ولا أعراب اللاهثون على هوامش عمرنا سيانة إن حضروا وإنهم غابوا والجزء آخر الشريف والمؤدب من الشعراء يقول أولى ضحايانهم الكتاب يعطوننا الفرح الجميلة وحظهم حظ البغاية ما لهن ثواب في عصر زيت الغاز كما قال مشاهد العزاء إلى ما ينضم إلينا الآن ضيفي هو الشاعر المصري القدير الأستاذ محمود بلال فصل قصير ونستأنف هذا اللقاء لنستمع منه ما لم نسمع من قبل وعدد نصوصه التي سوف تتلع على مسامعكم لاحقاً يقوم معاً يا رب يا العفريه أحلامنا أو تسر بأرض كالعفريه أحلامنا أو تسر بأرض كلما سنحر فصوصي يدهسنا الحظ أو يجتني صاغ أخر صيدنا كالتوابيط طيقة يا لياري وواسعة من كالسماد واخرنا والشفار لا يرى خيغة أي نصر يزيع الغضار عن القلب أي مجاز سينفق في صورة روحه أي باب سأطوطه لا باب يا صاحبي سوف يفتحه أي مطرطة تفلق رأساً الصين كي نستلحى طويلة من المسئلة تلك أمنية معطلة والأمان عفاريك أحلامنا أو كزم لأطا كلما سنحر فصوص الصيد يدهسنا الحظ أو يحتوي صار أخر صيدنا على شفتي أرقص أغنياتي ملائكة ترقص في ثلاثي عصافي أطيرها كأني أطير ما مرى من أمنياتي ووحدي في مخيلتي أحني بواويني وأنصب أمسياتي ليسرح في رحامتها حني وتسكر حين أسكر مفاداتي وديعة مثل بوح الماء للنهر تسللت داخلي شرقي يلسحي من شرفة سقنطي أعطبت اختلاستها لدهشتي وققاها في رغع صدري أرم كأن نسيم الصبح لا أسر تسري كأن يماما داخلي يسري مليكة وأقدم جنة المساء غلت شمسا وراحت تحني شيبة الفجر طيف ترجلت كي أدو إلي جار لم أسر من حنين كان أمسكي مرحبا بكم مشاهدين الأعزاء من جديد الوقت ذات حلقة سرقني وسرق أخا لك محي من قبل ولم نستمع إلى نصوصه وكانت ثمة نصوص رائعة جدا ومتعة جدا ولم نستمع إلى نصين أنا سوف أستثمروا ما بقي من وقت للاستماع المشاهد الكريم لما تختاره أستاذ محمود هل يغلب عليك الشعر القومي أما الغزلي أستاذ محمود قليل الغزلي أنت مش متزوج صح؟ لا ومعقولة يعني مش متزوج ماكتن مش غزلي؟ لا طبعا أكتب غزلي لكن هو الأمر أنه حتى في الغزليات أنت دائما القصيدة الغزلية يتخللها الرمزية يتخللها القومية العقبية بشكل أو بآخر صحيح باستخدامك يعني للصور أو باستخدامك اللغة أو بإسقاطك من خلال الغزل على الأحداث فالقصيدة الغزلية حتما يتخللها القومية ولقد ذكرتك والرماح نواهل وأشف والرماح والفقال دخل بردو القومية والحرب مني لكن القصادة التفعيلة عندي أظن أنها يعني بها عاطفة غير أنها لا تقصد الغزل كثيرة لا نستمع إليها هذا لو أنت متزوج تخلي لك لما تتزوج كيف تسوي يعني؟ مضبوط صح كده لكن لا لازم أقول واحدة كمان غزلية تلطفوها انظروا إنه دمي لصديقي بعض دمي لصديقي نصف دمي لصديقي كل الذي أكتب شركا قد دخلت ولا مهرب لصديقي بعض دمي ريشة في جناحي مكسورة ودم محتبس أم كهولة غيم يصادر فيي النفس نعم كنت طيرا فحلقت أعلى لا شيء إلا الأمان أستوي خارجا عن حدود الزمان داخلا مدنا من دخان حاملا وردة في يميني لا صولجان حالما بغد وغد خمرة تشتهيها الدنان وفتحت قميصي فتحت قميصي للريح تدخل آمنة آمنا حين رق النشيج بصدري لها واتنس غرس الليل في القلب في هدأة النابه فانغرس سال بعض دمي المحتبس وعلى ورق أبيض في جيوب الليالي وملأ حناجر من باركوه دجا صار أغنية في نهاراتهم تطربوا من قواريرهم تسكبوا يا دمي يا دمي أيها الشجر الطيب لصديقيا نصف دمي أنت أيتها القلة الباردة ارتوينا معا أنت بالنار حتى حبلت بقاتلها وأنا بالضمأ وكلانا لقاتله قد لجأ وكلانا من الخوف في شرك الصائدين اختبأ لنظل وحيدين وحدي أفروا ووحدك واقفة لا يجيرك من وقفة أمل في الصدق أمل كاذب في الزمان الخطأ دورة تتكرر كل في فلك يتكرر أي المواسم فيها انتهى يا صديقة؟ أي مواسمها قد بدأ؟ هكذا قلت في لحظة من تعب ساقني الطيران إلى شرفة أستريح بها فنظرت إلى جانبي قلة باردة تتطلع مثلي لأعلى تقاسمني النظرة الشاردة وتحدثني عن ثبات النجوم أحدثها عن مدينتي البائدة حيث روزا وأعينها الساهدة عن جران العنب وليال الطرب حين رق لعازفه الناي ناح القصب هكذا كلما حن معنى إلى مرود الدمع جرحني وانسكب سال نصف دمي سال محتشدا باللهب هرع الضامئون إليه تذكرت يوم الضمأ ونظرت إلى القلة الصامدة هل رأيت إذن كيف أن مصائرنا واحدة؟ ونظرت إلى الضامئين وقلت اشربوا اشربوا يا دمي يا دمي أيها الشجر الطيب لصديقي كل الذي أكتبوا صور من براويزها أهربوا صورة الوطن الأرض والناس تحت العلم صورة الفن عازف عود تموت جلود أنامله كي يعيش النغم صورة الحب أنا منحت دمي للضماء بورد الضماء أدم كل ورد إلى بئره ينسب يا دمي يا دمي أيها الشجر الطيب الله الله ما أروعه من بوح ومن نزف وهذا يأخذني إلى سؤال القلة القنان الكأس الضماء الشرب هذه كلها مفردات يعني ظهرت بشكل غزير في نصك نعم ما دلالة ذلك؟ القلة هذا الوعاء الفخار الذي أشرب فيه وبالمناسبة هذه القلة هي عندي في شقتي أنا أشرب منها كررتها في أكثر من شطر وقلت لا بد أن لك علاقة وطيدة تربطك بها عظيم جداً هذه القصة هذه قصة فعلاً بس هل تشرب قدحاً من الخمر أم قدحاً من الماء؟ قدحاً من الماء قدحاً من الماء قدحاً من الماء فهذه القلة التي صنعت من الفخار حرقت في الفخار حتى اكتوت لكنني قلت ارتوت حرقت في الفخار فكأنها ارتوت من هذه النار وظلت ترتوي من هذه النار حتى حبلت بمن يقتل هذه النار هذه القلة عاشت معي هذه القصة أنا أيضاً صنعت من طين صنعني الله من طين والقلة صنعها الإنسان من الطين وكلانا عاش هذه المأساة عاش ضمعاً هي عاشت ضمعاً في النار وأنا عشت ضمعاً في الواقع حتى قتلت النار بالماء الذي حفلت به بعد ذلك بعد أن صارت قلة جميل وبضمعي قتلت بعد ذلك ضمع الآخرين النص يعني عموماً يأخذك إلى مساء وردية شروفات حقيقةً ويجعلك تحلق في أكثر من معنى ولا يقبل لأي تأويل ودائماً يعني طالما أستاذ محمود أنت تلج البوابة من هذه الرمزية المغلة في العمق يعني كيف يقيم جمهورك هذه التجربة خاصة وأنها بعيدة قليلاً عن السهل الممتنى سوف يستمع لك ويصغي نخبة من القوم إلى أكثر نعم هذا صحيح وهذا ما يجعلنا نذهب إلى منطقة الشعر فن نخبوي أم فن جماهيري الشعر فن نخبوي وجماهيري فمنه ما يخص الجماهير العريضة يفهمه الأكثرية من الناس ومنه ما يخص النخبة أو يعني يبعد قليلاً عن فئة الجماهير بأن يتوغل داخل أعماق فنيات القصيدة صانعاً بها ما يأمل الشاعر أن يكون عليه النص أما عن أصدقائي فعندما أقرأ هذه النصوص لأن معظم أصدقائي تعرف من الشعراء أو من المثقفين يحبونها لكنني أقول لك شيئاً غريباً لي من الأصدقاء منهم ليثوا شعراء ولا علاقة لهم حتى باللغة العربية لكنهم أصدقاء منذ الطفولة وأحبهم كثيراً ويحبونني ويفرحون لانتصاراتي وكذا عندما أقرأ أمامهم يطلبون أن أقرأ لهم قصيدة وأنا في حرج شديد لأنني أكتب الفصحة وأنا أعرف أن ما أكتب سوف يعني يكون ليس من اليسير أن يتفهم صديقي فكرة النص لكنني أقرأه عندما أقرأه أجده معجب جداً بها وكأنه فهم مقصدي من وراء النص وكذا وكذا لكن لمس عواطفه وهذا ما يجعلني أقول أن هناك ما لا يفهم لكنه يحس ويشعر به فالحمد لله رب عمين أن الله همن علي بمن يعني يمتازون بالقلوب الرحيمة الذين يتعاطفون مع مثل هذه النصوص أنت تجبر تجبرني على الإصاء قلت لك حتى لو لم يفهم من يستمع إليك ما تقرأ لنذهب إلى نص آخر تقوم باختيارها نقرأ نص فتون فتون بحاجب واحد أسقط مملكة الأشجار بحاجب واحد أسقط مملكة الأشجار حين زهى في ميده السعف ونظرة ليس شطحاً أن أسميها لحناً وأند الأغاني منه أقططف ودمعة تتوارى في مكامنها أسبلتها فصح النوام وارتجفوا غنيت زهرة موسيقى غدت شفتي غنيت زهرة موسيقى غدت شفتي تصب في مباكيها وأرتشفوا راقبت صوت رهيف داخلي سرحت غزلانه وغزوني كلما دلفوا غزلان وجد تهادوا كلما خطروا لم أستبن صدهم أم أنني الهدف كذا تأملت أحلامي وأسئلتي فليس إلا خسارات ومقترفوا ضداني كفية عما تشتهي قصرت وطال حتى ترى خاعوده الشغفوا خصمان واشتبكا حاولت منتصفاً وربما فقد الشيئين منتصفوا فأي صبح طهور كان موعدنا وأي ليل عبوس بدت ألتحفوا مما جرى صرت رحالاً يدثره برد الليالي وما تهدي له الصدف وصار قلبي كفوف الأمهات إذا بسطنها ترفع النجوى وتلتقف نعم تكبت تعب الحج مزدحماً بين الحروف فهل ببيت ما أصفوا الله الله عزك الله استفعلاً فاعلاً مستفعلاً فاعلاً حقيقة الفاء له جرسه ونغمه ووقعته وموقعه ووقعه الخاص يعني نزرقباني صليبك هذا زينة أم تصوفه أيضاً الشعر الكبير رحمة الله تغشاب محمد قصم عمان الشوهلي تأخر صيفه عنا في مناظره فلا خضرار ولا الزهر ولا ثرف إلى ثرف قصيدة نعم الألفاء والباء يعني دعنا نتحدث عن الحروف وإيقاعها هل يمعنى الشاعر في اختيار القافية وحرف الروي بإمعان لقصيدة معينة لموضوع معين أم أنها تأتي صدفة واعتباطاً أكون كاذباً لو قلت أنها تأتي دائماً بمحض الصدفة والاعتباط فهناك أحياناً يعكف الشاعر على دراسة فكرة بموضوعها وما يناسب هذه الفكرة وتنولها من إقاع أقصد البحر العروض يعني ومن قافية والمفردة التي تخدم القضية بالضبط تماماً وأحيان أخرى تأتي معه القصيدة هكذا إنسيابية كأن يراوده مثلاً في مواصلة ما في الأتوبيس وهو يسير مثلاً مسافر من بلد إلى بلد تراوده بعض أبيات فيسجلها ثم يعكف عليها فتكتمل قصيدة ومن ذلك الكثير طبعاً أن هناك قصدية في الأمر هناك قصدية عندما يريد الشاعر أن يكتب مناسبتياً أو نصاً في مناسبة ما يعكف الشاعر على الموضوع فيختار ما يشاء من بحر ويختار ما يشاء من قافية ومن مفردات تخدم هذا الموضوع وهذا الغرض يعني أحياناً اختيار القافية بإمعان قد تضيف للقصيدة قصيدة أخرى ونكاء أخرى المخرج يشيري لأن هناك دقائق قليلة ولا أدرك في مرة هذه الدقائق وصراعاً سيد محمود ماذا تختارين؟ مرت معك سريعاً والله لأنك جميل والجميل دائماً عزك الله عزك الله الله يحفظك أستاذ عيسى أنت الأجمل والله حبيضك الله أكرأ سيرة الفأس على غرار سيرة الحب لأم كلثوم على غرار سيرة الحب لأم كلثوم أنت جميل والله بما يكفي أستاذ عيسى الله يحفظك هذه القصيدة لها قصة طبعاً أن لي صديق شاعر أحبه وأجله صديقي أحمد إمامي فكانت له مجموعة بعنوان أشجار غافلت الحطاب فعندما تعطيت وكأنه يقول أن هذه القصائد هي الأشجار التي غافلت الحطاب وهو الزمن وفرت إلى هذا الديوان مختبئ فعندما نظرت إلى هذا النص وجدت أن هناك يعني تعطيت معه فكتبت هذا النص وأسميته سيرة الفأس رجع حديث الراعي وأنا كانت لي شجرة صير مجلسها الحطابون سهاماً فاتكة في القلب وأبواباً تدخل منها الريح ونبالاً تصطاد عصافيري وأنا يوماً لعصافيري ما قلت لها طيري قدسني إن شئت فإني متهم فيك قالها الغصن إذ غض عن تلكم النظرة سر أدمعه المختمرة هذه الشجرة قطعت من أرض الحطابين وما زالت في قلبي تنمو زاهية وترش على صهد الأنفاس بروحي عطر المطرة الشجرة وارفة لكن الغصن الحيران سرح ماذا يبقيك على الحائط رفاً تحمل أوزار الكتاب كيف تقدس كفاً تقطع جيداً أية أغنية أغرتك فخليت الفرع وهمت بعيداً وإلى أي زمان ستظل وحيداً يا غصن تعقل يا غصن تعقل عدل الشجرة ثانية فعيال الأغصان يكادون يطيرون وراءك مذغبت الورق الساقطة والقلب المفطور نبح نظرات الوردة ما زالت هائمة تتقصى عنك الأخضار وآثار النظرات على الأرض سلال من نار والشوق المكبوت على الأوراق جمح دائر دائر ساهر حائر أحدب في المدى حلم الورد ساقاه مبتورتان يحلق أم أن ذلك قوس أزع وفاء الفأس ومكر الحطاب يمشيان معاً هو في هدأة الصقر كان يوزع نظراته يقنص القامة الوارفة وهي خاضعة مثل جيش يقطع أوصاله ثم يبكي قيامته النازفة محض ضدين يأتلفان ويختلفان ينفضان معاً عن نهارهما غبرات الدخان وصروف الزمان في المساء يدللها ويريح تثاؤبها كي تنام في الصباح يمررها في رقاب الصغار وهي أم لهم لا تجيد الهروب تشير لهم خلصة أن تواروا ولكن فطرتهم لا تجيد الفرار فيفرون منها إليها فتبكي هراوتها الراجفة وتثور اتخذني إذا شئت أرجوحة للعب أو مواقد تشعل فيها اللهب قد رشقت بمثلي حياتي قبل خريف ودمع بعين هؤلاء صغاري حنانيكا لا تفطر القلب يا قاتلي مرتين ثم ينحسر الوقت عنها وعنه وتصمد من خلفها الفاتنات الصغيرات واثقة هاتفة إنها صحوة القلب يا صاحبي قبل أن يصبح الأخضر المتفاخر في لحظة حطبة نبضة هربت من ضياضك للفأس تقصد في قلبها الخشبة حين رقى ظننت الجميلات غافلن حطابهن ننتبه بل وفاء بفأس الخلود أباء فهي تحفظ تاريخ قاتلها المر تعرف خطوته في الظلام وتذكره مثل ما يذكر الورد في موته قاطفة الله الله جميل جميل ما شاء الله يعني أنا أشكر هذه الفلسفة الجميلة والرائعة وما أكبره من وجع وأكبر الأوجاع وجع تلك الشجرة التي تجد أن من يقطعها هو فرع منها ومن أصلها مشاهد العزاء هذا هو ضيفي العزيز كما تبعتم الشاعر القدير محمود بلا لا يطلق للقصيدة عنانها وأينما اتجهت تصبح قصيدة بفلسفة متميزة ومتفردة يجد التفعيلة والنثر والعمودي وقل أن نجد شعراء بحجم هذا الحرف الذي هو بين يدي حييك تحية كبيرتا أنا اللي بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا أستاذ عيسى والله على هذا الكرم وعلى هذا التقديم وعلى هذه الاستضافة شكرا جزيلا لحضرتك ولأسرة البرنامج وشكرا لكل متابعينا ومشاهدينا مشاهدي برنامج مرافق وقناة اليمن العربية شكرا جزيلا أنا من يشكرك أستاذ وبذلله لن يكون الأخير وقد وعدت أخلك من قبل يشرفني والله جدا يشرفني أسعادكم الله الشاعر الجميل محمود بلال كان ضيفي في حلقة هذا المساء مشاهدينا من مرافق ثم تضيف آخر وحلقة أخرى ألتقيكم من خلالها في التوقيت ذاته الأسبوع المقبل إلى اللقاء